مرضى الرئيس عبد فتاح السيسي كان في جولة في مصر التاريخية وطلع مجرى العيون مجرى العيون ده المنطقة اللي فيها يعني اللي الدولة استلمتها وهي تكاد او هي كذلك يعني من العشويات كمية القمامة اللي تمت ازالتها من المنطقة دي بالاطمان وكان فيها قمامة تاريخية يعني في قمامة عمرها تلاتين اربعين سنة منطقة كانت لا يمكن التعامل معها وهي منطقة طبعا تاريخية عظيمة مجرى العيون اماكن الحرفيين بتوع الفخار وتستمتع بحوار جميل جدا بين الرئيس عبد فتاح السيسي وبين صنع الفخار وتشوف الرئيس هو بيتكلم مع واحد هو رايح لهم الجمعة اللي هو مسؤول عن المنطقة ومسؤول عن اهو المواطن العظيم ده اللي هو بيحب شغله لعى الرئيس قدامه يوم الجمعة والرئيس بيسأله اخبار الناس بتوع الفخار ايه مشاكلهم ايه اشكلياتهم ايه فالراجل قال له والله سات الرئيس احنا كنا بيستخدم كانوا بيستخدموا الحطب والخشب بس دلوقتي بيستخدموا الغاز بس فطورة الغاز بالجلم عالية فطورة الميا يعني حوار كامل وتشوفك حوار بتاع الرئيس مع صناع الفخار وعايز اقول لحضراتكم انه مجاش حد في التاريخ المصري احتل البلد دي غير وخد العمال المهرة الايدي العاملة لان دي صنع مصري من ايام الفراعنة ما هو الفخار ده والتماثيل والاواني والزهريات ده شغل مصري شغل مصري قديم فالرئيس راح واعد وسطيهم وسألهم على مشاكلهم سألهم الناس بتكسب كام في الشغلانة دي وهتلاحظ ان الرئيس دايما يسأل عن التشغيل والدخل يعني طبعا هو كان مهتم بالصناعة وبالجمال والحرفة اليدوية يعني كتير قالوله احنا كان معنا فنانين لما الحرفة بازي طلعوا اشتقلوا سوئين طبعا سوئين ده شغلانة محترمة وكل حاجة بس الموهوب ده مشاكل مشاكل سواء ده لازم نروح ندور عليه ونرجعه تاني يشتغل الشغلانة دي فنان انت بتكلم على فنان فالنهار ده الرئيس كان موجود فيه القاهرة التاريخية مجرى العيون وكان حوار بينه بسيط مواطن ورئيس ما فيش الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اوعة حاسب الرئيس داخل حوار بينه وبين الناس يفهم عايزين ايه طب نعمل لكوا ايه طب الحياة تتحسن ازاي بتجيبوا الأفرام من اين يعني الرئيس حتى أسئلته متخصصة جدا خلينا نشوف جزء من هزي الجولة ونرجع تاني ايه الحرف اللي دوية عموما بيتبقى محتاجة دعم يعني اه طبعا تجيب دعم اللي دي حرفة وقراس لازم نحافظ عليها بشارك كم ساعة يحفظ انا؟ انا لو فيش شغل بشتغل اي وقت ساعة بشارك بشتغل في الدراسة كنليجي اشتغل بولا بشارك كل الشغل احنا اللي بيعمل بشارك اه طب حاجة جميلة وحاجة مختلفة نصدق بره بره بشارك نسافر حكاها دي اه نسافر حكاها ايه، مجاملة حولة المهلة دي تحصلة انا لتنقلد يعني بالنسبة شغل التصغير كونه وليزم يبقى اللي البات دي قحصوني على فمصر انتطول يبقى شغل التصغير بقى عملت اه اه يكتب منيه ازي ما دي تنقلد يعني احنا هنعملوكم المدرسة في المبنى الادارى وا شوفوا انتوا بقى من يعني اختار بقى دم واحد بقى. لا نفسه بقول انه هو اللي بتدريش وكده. اه. وليه بفاق. في ناس كتير ثابت الصنعة دي. في ناس كتير ثابتها لان هي مش مربحة. كانت مش مربحة. والله يا المفروض ان هي مربحة جدا بس هي الفكرة ان في ناس كتير بدأت اللي اشتغل سواء اللي اشتغل وفي ناس فنانين يعني. فبادوا يسيبوها. فانا محتاجين دعم الدعم الارفة اليدوية بس. يعمل كان في اليوم. بالنسبة. اللي هو الماهر يعني. يعمل كان في اليوم. اه. لو اشتغل. وعدل يعني الطبيعي. لا يعمل يعني اللي بتداجه. اه. يحقق ارباح لي او عائد لي هديه. لا يحقق حلو لو فيه انتاج وفيه شغلو فيه بيع وشرب وطريق. هيعمل بتداج حلو. يعمل فروس حلو. كان يعمل بقنصمميت جنيه في اليوم. لا بكلم انا النهار ده يا احمد جدي اشتغلت عند اه. وهيشتغل على سبع ساعات او ثمان ساعات. هاخد كده. اه يعمله مية وخمسين جنيه. اه. لو ماهر. اه. بس طمعنا. مبتدئ مسلا سبعين تمانين مية. لو عال صغير من خمسين جنيه سنتين جنيه. كل ما بيتهم الشغل وبيتعلم الرتب بتاعه بالزيت. لانه بينتج بطلع معنا شغل. يعني من سبعين ده اللي لسه بادئ. اه. خمسين لغات ما يوصل مية وميتين وممكن تلتمية. انا. السريح بقول كلاب ده لسه هتسمعه. وتعرفوا دي في ايه. في فرصة. ايه. ايه يا ريت. يا ريت ندل نعلم حد قبل ما تتقرر الميلة دي يا ريت. انا دي السمنة. ان شاء الله. اني اتقض بوقت التعلمها لازم. بس منة انا نعلم حد. بس حد يكون عاوز اتعلم. ان شاء الله. عشان خصار المعنى اللي زادين. اه طبعا. انا دي حلوة اول. مطلوبة اول. مطلوبة اول. ممكن تدخل دخل حلوة لمصر والله. صحيح. مبارة بيدوروا عليها. محاج بيشتغل بييده كله مكان وكده. مش شغل اليد مطلوب دلوقتي. اه. ده عشان يلوي. كله حضرتك. يعني بيداهل. الاجربي بالزيت يجي هنا بيداهل بالشغل. ماشا. ان هو يلوي يعني. شكري. طبعا فكرة انك تقدر تتواصل مع الناس حضرتكو. عارفين زمان كانت الاثينة ويعني الدولة. يعني كان ممكن الحاكم يجتمع مع الشعب كله في ميدان كبير كده بالليل او حاجة. انما دلوقتي طبعا هي الفرصة ان انت تقدر تبقى مع الناس. ده مثلا المواطن ده من الناس اللي بتصدر. كان بيتكلم انه المصنع بتاعه دايق. عايز مصنع اكبر. وقال له. قال له يا رئيس انا بدخل عملة صعبة للدولة. انا يعني. انا مصدر. طبا الرئيس قال له ايه مشكلة. قال له. قال له لا. انا المصنع بتاعي اربعة دوار. بس انا بعمل من الزلع الضخمة الكبيرة ما بيكفنيش. انا محتاج اتوسع. محتاج اكبر. طبعا هي هي الفكرة في ايه? انه ان انت تحس بنبض الناس. وتحسس الناس ان انت حسس بنبضهم. هي مش بس الناس اللي شافهم الرئيس. الناس التانية. تبقى حاسة دايما انه. ما فيش انقطاع. ما فيش حد قاعد. في برج عاجي. وفيه الناس اللي غلابة. الشعب تحت. محدش فاهم ولا حاسس بهم ولا اي حاجة. مش في. يعني انت هنا بينك وبين السيدة زينب. عشر دقايق. بينك وبين شارع الاصر العيني. عشر دقايق. بينك وبين سبعة وخمسين آآ آآ مستشفى السرطان. خمس دقايق. بينك وبين آآ مدحف الحضارة عشر دقايق. بينك وبين الاصر. آآ مستشفى الاصر العيني. خمس دقايق. انت في وسط البلد. انت في وسط القاهرة. وسط الناس. وسط مصر. فالزيارات دي بتبقى مهمة فعلا انه الناس تحس. وهو يفهم. الناس متفكر في ايه. ايه اللي مديقها. ايه اللي ممكن. بقدر الامكان طبعا. وطبعا لو عايز الحق يعني. هو لازم يكون في خطة موجودة. لالاعتناء بالعمالة المهرة. الناس بتوع. مش الناس بتوع. مش اللي عنده مصنع. مش اللي بتشغل بايدها دي. ده موضوع تاني خال. لانه العمالة اللي بالايد دي. بطلت. ما بقاش في حد بيعمل شغل بايده يعني. اللهم فيه مناظر. يعني لو روح تخني خليل النهاردة. هتلقى كل الناس اللي بتشتغل شغلنا دي انقرضت. هتلقى باقي. وابنائهم ما بقاش يقبلوا على هذه المسألة. فياجب ان احنا نرجع تاني عندنا المدارس. والرئيس كان بيسأل على الموضوع ده. طب والصابي اللي بييجي اللي هو يتعلم. لان هم السبيان اللي بيتعلمه تحت القسطة. هي دي المدرسة. في قسطة. ده اللي بيعرف الصنعة كلها. وفيه تحته ايده سبيان اللي هم بيتعلمه ويبقوا قسطوات. ده تاريخ مصر. تاريخ مصر كله. وطبعا زي ما حقاتكم شايفين. كالعادة يمشي في الشارع. وطبعا هو موجود في اكسر مناطق مصر ازدحامن. عايزة ايه حاجة? عايزين ايه? ايه مشاكلكو? بتفكروا في ايه? ناقزكو ايه? دي حكاية. اشتركوا في القناة